الحمد لله رب العالمين نحمده ونشكره ونثني عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد فهذا لقاء آخر من لقاتنا في قراءة كتاب العلم من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وقد كنا ذكرنا في لقائنا السابق حديث عمر رضي الله عنه الذي رواه ابن عباس في مسألة إلاء النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه وذكرنا أن عمر رضي الله عنه ذكر أن رجلاً من الأنصار كان يجاوره وأنهم كانوا يتناوبون في النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أن امرأة عمر راجعته في شيء من أمره فعتب عليها في ذلك فأخبرته بأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه فذهب إلى حفصة فتكلم معها في ذلك ووعظها في هذا الأمر ثم ذهب إلى أم سلم وكان يريد أن يذهب إلى بقية النساء لكن أم سلم قالت له عجباً لك يا ابن الخطاب دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه قال عمر فكسرتني عن بعضي ما كنت أجد قال عمر رضي الله عنه وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام أي أن المناطق والبلدان والمدن والبوادي المجاورة للمدينة قد سكنت أحوالها وأصبحت تابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم أمنوا منها قال وكنا نتخوف ملكاً من ملوك غسان غسان قبيلة من القبائل كان رؤساؤها يسمون ملوكا وكانوا يتحدثون أن ملك غسان يهم بغزو المدينة ولذا كانوا يتخوفون من قدومه عليهم قال ذكر لنا أي أن بعض من ينقل الأخبار نقل إليهم أن ملك غسان يريد أن يغزو المدينة قال فقد امتلأت صدورنا منه يعني أصبحنا نتخوف من قدومه ونحذر من ذلك قال وكنا قد تحدثنا أن غسان تنعل الخيل لتغزونا أي أنها تهيئ القوة والسلاح والخيل الذي ستأتي به إلى المدينة لغزو أصحابها قال عمر فنزل صاحبي إلى أنصاري يوم نوبته لأنهم كانوا يتناوبون يوم لعمر ينزل للنبي صلى الله عليه وسلم ويوم لجاره الأنصاري ينزل للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا رجع كل واحد منهما أخبر صاحبه بما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم قال فرجع الأنصاري عشاء بعد العشاء فذهب إلى عمر فقال عمر فضرب بابي أي دق عليه الباب ضربا شديدا وفي هذا التحرز من تهيئ الأعداء لقتال أهل الإسلام وفي هذا أن حذر الإنسان من أعداءه لا ينكس من إيمانه وفي هذا تجهز تجهيز الجيوش من أجل صد الأعداء وفي هذا جواز الضرب الشديد لأبواب الآخرين إذا حدث ما يقلق أو يزعج قال وقال الأنصاري أثم عمر أثم هو أي هل عمر يوجد في البيت هل هو في البيت وفي هذا جواز السؤال لإنسان عن غيره قال عمر ففزعت أي أنه خاف وتهيئت له بعض الأمور بسبب هذا الضرب الشديد وهذا السؤال الذي جاء على جهة التخوف قال عمر فخرجت إليه يعني أنني حادثته من وراء الباب فقال الأنصاري افتح افتح فقال قد حدث اليوم أمر عظيم وفي هذا جواز نقل الأخبار التي قد يكون للآخرين تعلم بها قال عمر فقلت ما هو أي ما هذا الحدث العظيم الذي حدث في هذا اليوم أجاءت غسان أي هل أقبلت قبيلة غسان بجيوشها إلى المدينة فقال الأنصاري لا أي لم تقدم غسان بل أعظم من ذلك وأهول أي أنه حدث أمر أشد من ذلك وهو على جانب عظيم من الأهمية قال الأنصاري اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه أي ابتعد عنهن وأقسم أن لا يقربهن وفي بعض روايات الصحيح أنه قال طلق النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه وكانوا يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلف أن لا يقرب زوجاته لمدة شهر أن ذلك طلق فجاء الشرع بأن هذا الإله لا يعد طلاق فقال عمر فقلت قد خابت حفصة وخسرت يعني أنها إذا فارقها النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك حرمانا لها من خير كثير ثم قال رغم أنف حفصة وعائشة وقد كنت أظن هذا يوشك أن يكون يعني أنه كان يظن أن مفارقة النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه قد قارب حصولها بسبب مراجعتهن له صلى الله عليه وسلم قال عمر فجمعت علي ثيابي أي أنه قد لبس ثيابه جميعا قال حتى جئت أي وفي هذا تبذل الإنسان في بيته وتركه اللباس اليسير على بدنه في بيته قال حتى جئت أي وصلت إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فصليت الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا جواز تعدد المساجد التي تصلى فيها صلاة الجماعة في المدينة الواحدة قال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مشربة له والمشربة غرفة يضعونها في الأعلى يصعد إليها بدرج ونحوه قال فاعتزل فيها أي ابتعد عن نسائه وترك مخالطتهن وجلس في هذه المشربة وفي هذا اعتزال الرجل لزوجاته إذا حدث منهن ما يقتضي ذلك قال عمر ودخلت على حفصة يعني وهي ابنة عمر فدخل والدها عليها وفيه دخول الرجل على ابنته المتزوجة فإذا هي تبكي بسبب اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم لهن قال عمر والبكي في حجرهن كلهن يعني في جميع حجر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بأنهن جميعا بكين خشين من مفارقة النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر فقلت لحفصة ما يبكيك أي ما السبب الذي جعلك يتبكي ألم أكن حذرتك هذا أي خوفتك من عاقبة مراجعتك للنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال عمر لها هل طلق كن النبي صلى الله عليه وسلم فقالت حفصة لا أدري ها هو ذا يعني تقصد النبي صلى الله عليه وسلم معتزل في المشربة أي في الغرفة المرتفعة يرقى عليها بعجلة مثل السلم قال عمر فخرجت من عند حفصة فجئت إلى المنبر الذي يخطب عليه يوم الجمعة فوجدت حوله رهطا أي جماعة من الصحابة وبعضهم يبكي لا يدري ما الأمر قال عمر فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما أجد أي ما أهتم له من كونه من كونه صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه ولم أدري هل طلقهن أو لم يطلقهن فكان قلبه مشغولا بذلك قال عمر فجئت المشربة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لغلام له يعني مملوك أسود على رأس الدرجة استأذن لعمر ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الإذن من أجل أن أدخل عليه وفي هذا الاستئذان على الإنسان قبل الدخول عليه وفي هذا طلب الشخص من غيره أن يستأذن له في الدخول وقال وقل هذا عمر بن الخطاب فيه أن الإنسان عند تعريفه بنفسه يعرف باسمه واسم أبيه وأن المرى ينسب إلى والده قال فدخل الغلام فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع لأنه لم يأذن له فقال كلمت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرتك له فصمت قال فكان هذا دليلا على أنه لم يأذن وفي هذا دلال على أن السكوت لا يعتبر بيانا ولا يأخذ منه الإذن ولذا قال الفقه لا ينسب إلى ساكت قول وقال عمر فانصرفت أي تركت مكان ذلك الغلام الذي على باب النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس مع الرهط أي الجماعة الذين عند المنبر ثم غلبني ما أجد من اشتغال نفسي ومن سؤالي هل طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساه قال فجئت فقلت للغلام مرة أخرى استأذن لعمر فيه جواز طلب الإذن للمرة الثانية والثالثة قال فدخل ثم رجع فقال ذكرتك له فصمت قال فرجعت فجلست مع الرهط الذين عند المنبر ثم استأذنت ثالثة قال فلما استأذن الثالثة دخل الغلام ثم رجع فقال لعمر قد ذكرتك للنبي صلى الله عليه وسلم فصمت قال عمر فلما وليت أي أعرضت ورجعت منصرفا أي عائدا من ذهابي للنبي صلى الله عليه وسلم أذن النبي صلى الله عليه وسلم لي يعني بالدخول وإذا الغلام يدعوني أن يطلب مني أن أحضر إليه لأدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال الغلام قد أذن لك النبي صلى الله عليه وسلم أي سمح لك بالدخول عليه وفي هذا أن الاستئذان يكون ثلاثا وفي هذا تأخر الإذن عن الاستئذان وفي هذا تفويض وتوكيل شخص بتبليغ الإذن بالدخول قال عمر فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو مضطجع يعني أنه قد ألقى ببدنه بحيث لم يكن جالسا ولا واقفا على رمال حصير الرمال النسج الذي يكون من الحصير والحصير ما يأخذ من النخل من جريدها أو من خوصها فيصنع منه السرير ونحوه قال فكان النبي صلى الله عليه وسلم على نسج الحصير وقد أثر ذلك على بدنه إذ ليس بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ذلك الحصير فراش يقيه من ما في الفراش من ملمس خشن قال قد أثر رمال السرير بجنبه وكان متكئا على وسادة من أدم حشوها ليفا أي أن هذه الوسادة قد صنعت من الأدم وجعل يعني من جلد وجعل في داقلها ليفا والليف هو ما يأخذ من النخل الذي يلتف على النخلة قال فسلمت عليه فيه مشروعية السلام للداخل قال ثم قلت وأنا قائم يا رسول الله أطلقت نساءك فيه سؤال الرجل عن شيء من علاقته مع أهل بيته فقال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره إلى عمر فقال لا أي لم أطلق نسائي فرفع صوته عمر بالتكبير فقال الله أكبر وفي هذا جواز التكبير عندما يجد الإنسان ما يكون كاشفا لما أهمه فقد كان عمر مهتما في أمر طلاق النبي صلى الله عليه وسلم حيث نقل له ذلك فلما تبين له أن ما نقل إليه في ذلك ليس بصحيح أعجب بذلك فكبر قال عمر ثم قلت وأنا قائم أستأنس أي أطلب حصول الأنس على رسولي حصول الأنس ودخوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا أن الإنسان إذا وجد غيره مهموما أو عنده شيء من الغموم أدخل السرور على نفسه بإيراد ما يأنس به من الحديث قال عمر وقد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم متأثر مما وقع من أزواجه يا رسول الله الحمد لله لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء أي كنا قبل الهجرة يكون الأمر لنا وليس للنساء أمر ولا نهي والرجل يأمر النساء حتى فيما يتعلق بأمورهن قال عمر فلما قدمنا المدينة يعني بعد الهجرة إذا بالأنصار قوم تغلبهم نساؤهم أي يكون الأمر عند النساء فذكر ذلك فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمر يريد أن يدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ذلك التبسم علامة عليه وفيه إدخال المسلم السرور على قلب أخيه وتسليته مما يكون عنده من الهموم والغموم قال ثم قلت يا رسول الله يريد أن يدخل الأنس مرة أخرى لو رأيتني أي لو كنت عندنا عندما دخلت على حفصة يعني ابنته زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لها لا يغرنك أي لا يكن من شأنك أن تظني أن لا يظن أنك أن لك مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم فهذه جارتك يريد عائشة ويزوجة النبي صلى الله عليه وسلم هي أوضأ منك أي أكثر إضاءة وبياضة وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا جواز تفضيل الرجل لبعض نسائه في المحبة وفي هذا أيضا نقل الإنسان للخبر الذي نقل إليه فإن عمر لم يكن يرى عائشة ومع ذلك نقل عنها ذلك لما ينقل قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمة أخرى وفي هذا أن التبسم لا ينقص من مكانة الرجل ولا ينزل من منزلته قال عمر فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم تبسم ورأيته قد ارتاح لحديثي جلست وفي هذا جواز حديث الرجل مع غيره وهو واقف وذكره لما جرى عليه من الوقائع وهو واقف قال فلما بلغت حديث أم سلمة تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر فرفعت بصري في بيته فيه جواز رؤية الضيف لما يكون في بيتي المضيف مما يكون في المواطن التي أذن له بالدخول إليها قال عمر فوالله ما رأيت في بيته شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة معلقة عند رأسه أي لم يكن في البيت شيء يمكن أن يثبت عليه البصر غير ثلاثة جلود غير مدبوغة كانت معلقة في تلك المشربة عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم وفيه جواز اتخاذ الجلود التي لم تدبغ وقال وإن عند رجليه قرضا والقرض ورق شجر خاص كانوا في الزمن الأول يضعونه على الجلود عندما يريدون أن يدبغوها وفيه هذا جواز دبغ الجلود لتهياتها وترتيبها لإستعمالها قال وإن عند رجليه قرضا مصبورا أي أنه قد جمع ووضع بعضه عند بعضه الآخر وفيه هذا جواز دباغة الجلود بالقرض قال عمر فرأيت أثر الحصير في جنبه يعني في جنب النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا دليل أنه كان كاشفا جنبه وهذا إذا لم يكن على سبيل المعتاد والأمر العام خصوصا أنه كان في غرفة النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى عمر ذلك وشاهد ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من قلة الإمكانات المادية بكى عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك أي ما السبب الذي جعلك تبكي فقال عمر يا رسول الله إن كسرى ملك فارس وقيصر ملك الروم فيما هما فيه أي في نعيم كثير وأبهة ملك وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في حال ضعيف قد أثر رمال السرير في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووساده أدم حشو هاليف وبيته ليس فيه شيء يرفع الرأس إليه غير تلك الأهبة الثلاثة الجنود التي لم تدبغ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة وليس في هذا دلالة على اختيار هذه الحال لمن كان قادرا على النفقة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر من الكبر فقالوا له إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال فقال عمر فكان ما كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم بسبب قلة ذات يده وهذه هي الإمكانات التي كانت متاحة لهم قال عمر فقلت يا رسول الله أدعو الله فليوسع على أمتك أي يطلب من الله جل وعلا أن ينيل أمتك الدنيا فتتوسع فيها وفي هذا مشروعية الدعاء بطلب نزول الرزق والبسطة فيه قال فإن فارس والروم قد وسع عليهم يعني أنهم قد جاءهم من الخيرات ما أصبحت الدنيا واسعة عندهم قال وقد أعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله فارد عمر أن يستعان بأمور الدنيا في عبودية الله تعالى فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال أو في هذا يعني هل ذهنك منحصر في التفكير في مثل هذا الأمر فكأنه قال له الدنيا وما فيها وسيلة وليست غاية ولا مقصودة لذاتها وثم قال إن أولئك يعني الفرس والروم قوم قد عجلوا أي قد أنالهم الله خيرات الدنيا ليكون ذلك حرمانا لهم في الآخرة إن أولئك قوم قد عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا فقال عمر وظن أنه قد أخطأ بذلك فقلت يا رسول الله استغفر لي فطلب منه أن يطلب من الله له المغفرة وفي هذا جواز أن يطلب الإنسان الدعاء من غيره فلا حرج في أن يقول الإنسان لغيره أدعو لي وإن كان دعاء لإنساني مباشرة أو لا وقد قال عمر هنا للنبي صلى الله عليه وسلم أدعو الله فليوسع على أمتك وقال هنا استغفر لي والاستغفار نوع من أنواع الدعاء قال فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى رسول الله إلى عائشة فأفشته يعني أنها أظهرته وهذا هو قول الله تعالى وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا قال وكان قال ما نب داخل عليهن شهرا أي أنه أقسم أن لا يدخل عليهن شهرا وفي هذا أن الإيلاء وهو قسم الرجل أن لا يقرب نساءه لمدة أقل أقل من أربعة أشهر أنه لا يحصل بها طلاق وأنه إذا كان له سبب يقتضيه شرعا فلا حرج على الإنسان فيه قال وكان قال ذلك من شدة موجدته عليهن أي من عظيم غضب عليهن حين عاتبه الله عز وجل بسبب ما كان من ذلك حينما قال الله له تبتغي مرضاة أزواجك يا أيها النبي لم تحرم ما حل الله تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم فكان هذا العتاب من الله تعالى قد أثر في نفس النبي صلى الله عليه وسلم فآلا ألا يقرب هن شهرا فاعتز لهن في بداية الشهر فلما مضت تسع وعشرون ليلة دخل على عائشة وفي هذا دلال على أن الشهر قد يكون تسعة وعشرين يوما بحسب رؤية الهلال وحينئذ نزلت الآيات في التخيير في تخيير النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته في قوله تعالى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما فخير النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في ذلك وكان قد دخل عليها أولا فبدأ بها والظاهر أن ذلك كان كان مكان يومها قال فقالت عائشة يا رسول الله تنتقده وتعترض عليه في كونه رجع بعد تسع وعشرين يوما وهو قد أقسم وآلى أن لا يدخل عليهن لمدة شهر كامل فقالت يا رسول الله إنك كنت قد أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا وفي هذا نصيحت الزوجة لزوجها قالت عائشة وإنما أصبحت من تسع وعشرين ليلة أعدها عدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر تسع وعشرون ليلة أي أن ذلك الشهر في تلك السنة كان بهذا المقدار إذ قد رؤيا الهلال في آخر الشهر قالت عائشة ثم أنزل الله تعالى آية التخيير وهي الآية التي في سورة الأحزاب فقالت فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة حين أمره الله أن يخير أزواجه بين البقاء معه وتحمل الأمر والصبر على ما يكون وبين مفارقتهن قالت عائشة فبدأ وفي هذا جواز أن يخير الرجل زوجته بين البقاء عنده وبين فسخ النكاح قالت فبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم أول أمرأة من نساءه فقال لها إني ذاكر لك أمر أي سأخبرك بشيء مما نزل علي من الوحي ولا عليك لا أي لا تستعجلي أن تستأمري أو أن تستأمري أبويك وفي هذا مشورة المرأة لوالديها لما يحدث لها وفي هذا توصية الإنسان بأن يستشير من يرضى بفكره ورأيه وفي هذا أيضا ترغيب الإنسان في عدم التعجل في ما يتخذه من أمر أو قرار فقالت عائشة قد أعلم أي عهدت من أبوي وعرفت سابقا أن أبوي لم يكونا ليأمراني أي ليطلب مني فراقك وعدم البقاء عندك ثم قال إن الله قال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسلحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما فقالت عائشة أفي هذا أستأمر أبوي يعني هذا معلوم هذا أمر معلوم مقطوعة النتيجة فيه بدون أن أرجع إلى أبوي فإن أبويها لم يكونا ليأمرها بمفارقة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قالت عائشة إن يريد الله ورسوله والدار الآخرة أي اختارت بقاها عند النبي صلى الله عليه وسلم ولم تختر فراقه وتعهدت بذلك على أن تصبر على ما يكون منه قالت ثم خير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساه كلهن فجميعهن اخترنا اخترنا الله ورسوله وفي هذا فضل عائشة رضي الله عنها حيث قدمها على غيرها من النساء وفي هذا أيضا فضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حيث قدمنا الآخرة على الدنيا حسن الله إليكم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الفجر ولا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة أشد غضبا من يوم إذ فقال أيها الناس إنكم منفرون فمن صلى بالناس فليخفف فإن خلفه المريض والضعيف والكبير وذا الحاجة قوله هنا قال رجل أي أن أحد الرجال الذين كانوا يصلون في مسجد غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم طول صلاة الإمام وفي هذا جواز اتخاذ مساجد الجماعات المتعددة في المدينة الواحدة وأنه لا حرج في ذلك قال رجل يا رسول الله إني لا أتأخر عن صلاة الفجر فيه شكوى المأمومين لإمامهم عند صاحبي الولاية من أجل أن يكون ذلك طريقا لتصحيح أمره وللفصل بينه وبينهم قال يا رسول الله إني لا أتأخر عن صلاة الفجر أي أن عمل هذا الإمام يجعلني لا أحرص على أداء الصلاة مع الجماعة قال ولا أكاد أدرك الصلاة أي أنه يتأخر حتى حتى أنه قد لا يدرك من الصلاة إلا الشيء القليل وذلك بسبب أن إمامه يطيل الصلاة وبالتالي يتأخر ومن ثم هذا التأخر قد يجعله لا يحضر إلا في أواخر الصلاة قال والسبب في هذا مما يطول بناء فلان أي أنه كان يطيل الصلاة قال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه تأثر من فعل هذا الإمام ولم يرضى بفعله في هذا تحريم مشقة الإمام على المأمومين فيما يتعلق بالصلاة وأنه من أسباب تغير ومن أسباب تأثر صاحب الولاية وغضب بإطالة الإمام الصلاة على المأمومين قال أبو مسعود فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة في رواية في موضع أشد غضبا من يوم إذ وفي هذا جواز الغضب إذا كان هناك مخالفة للأمر الشرعي وفيه أن الغضب ليس على رتبة واحدة بل بعضه أشد من بعضه الآخر قوله فقال يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الناس فقال أيها الناس إنكم منفرون أي بعضكم يتصرف بتصرفات تجعل الناس يبتعدون عن هذا الدين ولا يتمسكون بشعائره فقال إنكم وفي لفظ إن منكم منفرين قال وفي هذا تحريم إطالة الصلاة بما يشق على المأمومين قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن صلى بالناس أي من كان إماما يصلي خلفه الآخرون فحينئذ فليخفف أي ليأتي بالأركان على كمالها بدون زيادة فيها وفي بعض الروايات فليتجوز قال فإن خلفه أي أنه يوجد وراء ذلك الشخص من يكون محتاجا للتخفيف في صلاته ولذا قال فإن خلفه المريض والكبير والضعيف وذا الحاجة فهؤلاء يحتاجون إلى التخفيف من القراعة في صلاتهم وبالتالي يراعيهم الإمام ويكتدي بهم حسن الله إليكم قال عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله رجل أعربي عن اللقطة فقال أعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة ثم استمتع بها فإن جاء ربها يخبرك بها بعفاصها ووكائها فأدها إليه وإلا فشأنك بها استنفقها قال فضالت الإبل فغضبا حتى حمرت وجنتاه وتمعرى وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك ولها دعها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر فذرها حتى يلقاها ربها قال فكيف ترى في ضالة الغنم قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب قوله هنا عن زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل أعرابي عن اللقطة والمراد باللقطة المال الذي ظل عن صاحبه فإن الأموال بالنسبة لهذه المسألة على أربعة أنواع مال بيد صاحبه يجب احترامه ولا يجوز الاعتداء عليه والثاني مال تركه صاحبه زهداً فيه ورغبة عنه فهذا لم يعد له مالك وبالتالي يجوز له يجوز لأي أحد أن يأخذ ذلك المال والنوع الثالث مال لا زال على ملك صاحبه لكنه ظل عن صاحبه ولم يعد بيده فهذا يقال له لقطة واللقطة على أربعة أنواع النوع الأول ما كان من لقطة الحرم فهذه لا يلتقطها إلا منشد والمنشد إذا التقطها لا يتملكها ولو ظلت السنين العديدة والثاني من أنواع اللقطات ما لا تتعلق به همة أوصاط الناس فهذه يجوز التقاطها ولا حرج فيها وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في لقطة الحبل والعصاء والنوع الثالث ما لقطة من بهيمة الأنعام تمتنع بنفسها عن صغار السباع فهذه لا يجوز التقاطها ويجب تركها لأنها تستغني بنفسها إلا أن يخشى عليها هلكة والنوع الرابع ما كان من الأموال الباقية غير الأصناف الثلاثة فهذه إذا ظلت عن صاحبها فإنه لا يلتقطها إلا من يعرفها فإذا التقطها وعرفها سنة فإن جاء أحد يطلبها خلال السنة سلمها له لأنها من ماله وإن لم يأتي أحد يطلبها تملكها ملتقطها ملكا مراعا قال سأل عرابي عن اللقطة وكأنه يسأل عن المال والنقد ولذا قال صلى الله عليه وسلم اعرف وكاءها وعفاصها فالوكاء الحبل الذي تربط به وقد كانوا في الزمان الماضي يضعون النقود في قطعة قماش ثم يلفونها على النقد ثم يربطون تلك القطعة في رأسها فكان القماش يسمى عفاصا وكان الحبل يسمى وكاء ويسمى وكاء وكانوا يضعون أموالهم كذلك فقال صلى الله عليه وسلم في اللقطة اعرف وكاءها أي الحبل الذي ربطت به وعفاصها أي قطعة القماش التي وضع فيها المال وهو الوعاء قال ثم عرفها سنة أي أخبر الآخرين بأن لديك لقطة من فقدها فليأتي إلي فإذا جاءها قال ثم استمتع بها أي لك حق الانتفاع بهذه اللقطة قال 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 فإن جاء ربها أي إذا حضر إليك مالكها يخبرك بها أي يعلمك بالصفات التي تتصف بها ويعرفها بعفاصها ووكائها فحين فحين إذن يجب عليك أن تؤدي اللقطة إليه فإن الأصل بقى ملك مالكها عليها وإن لا أي وإن لم يحضر إليك مالكها يسألها فشأنك بها أن يجوز لك أن تتصرف فيها وأن تتملك المال الذي فيها استنفقها أي ضعها نفقة لك فقال الأعرابي فضالت الإبل أي إذا كان هناك بعير أو ناقة قد ظلت عن صاحبها فحين إذن ما الذي نفعل فيها قال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم أي تأثر وتغير من هذا السؤال حتى حمرت وجنتاه جانبي وجهه وتمعر وجهه أي تغير لونه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك ولها أي لا تتعرض لظالة الإبل فإنها تمتنع بنفسها من صغار الصباع وبالتالي لا حاجة لها في أن يكون لها ملتقط يراعي أمورها ولذا قال دعها أي تركها معها سقاؤها أي سنامها الذي تضع فيه الماء وحذاؤها تريد الماء أي تتمكن من الوصول إلى الماء فتشرب وكذلك ترعى الشجر أي تأكل من أوراقها ولذا قال فذرها يترك أو تركها حتى يلقاها أي يجدها ربها أي مالكها قال فقال الرجل فكيف ترى في ظالة الغنم أي ما هو الحكم في ظالة الغنم التي ظلت عن صاحبها فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذها لأنها لا تمتنع عن صغار السباع وبالتالي فإنها تلتقط خذها فاستدل طائفة باستحباب التقاط اللقطة بقوله خذها فإنه أمر وهذا مذهب جمهور أهل العلم وذهب أحمد إلى أن الأفضل اعترك اللقطة وعدم التعرض لها وقال وقوله في هذا الحديث خذها هذا على سبيل الإباحة لأنه أمر بعد النهي فيحمل على الإباحة قال لأن الإنسان لا يأمن على نفسه من أن يتهاون أو أن يتجرأ عليها قال فإنما هي لك أي ظالة الغنم لا تخلو من حالين أو ثلاثة إما أن تأخذها وتعرفها وإما أن يأخذها شخص آخر فيكون هذا سبب من أسباب سداد دينه مثلا أو أكله منها أو نحو ذلك قال فإنما هي لك أو لأخيك يعني إذا لم تلتقطها سيلتقطها شخص آخر من أخوانك أو تكون للذئب أكلها الذئب بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين ونسأله سبحانه فهما لكتابه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعملا بما فيهما ونسأله جل وعلا أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا الكتاب والتأويل بفضله وإحسانه كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يجعله من أسباب الهدى والتقى والصلاح هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أمين تسليما تسليما